كيف هتتحسن الأمور بالنسبة لمنتخب مصر أمام غانا؟ مش طبيعي مش طبيعي إن المطش بتاع موزنبيك ده ممكن يتقرر تاني مع منتخب مصر من وجهة ماظري مش يحصل يا ده أوف دي لعشر لعيبة أيو عشان هتستثني واحد انا هارف صح؟ أوف دي لعشر لعيبة مستحيل في تشكيل يبقى عشر لعيبة مش كويسين نجم العالم من أحسن لعيبة في العالم ما كانش فايق صح؟ صح محمد صلاح و تريزي جي و عبد المنة عامو أحجازي أنا مش هتكلم عن تريزي جي ولا مش هتكلم عن حجازي كلهم حسن واحد كلهم حسن واحد أنا بتكلمك في مين؟ في محمد صلاح صح؟ اللي هو معلش هو الكريزة بتاعة ليفربول والدور الإنجليزي صح؟ مش فايق مش في حالته لما تبقى عشر لعيبة مش فايقين ده مستحيل القرار تاني مستحيل الطبيعي بتاع فرقيتنا ان احنا رايحين نعمل بطولة قوي جدا ممكن بقى يكون في حاجتين مهمين جدا الناس لازم تبقى واخدى بالهم منها ثقة زيادة حصلت دي كانت موجودة بشكل كبير جدا ان انا حاسس ان انا رايح اجيب البطولة وارجع صح فاتصدمت في اللقاء الاولاني بأداء الجن الاولاني بدري جدا الدكسيكا اكبر واكبر الدكسيكا اكبر الله ينور عليك فخلت الجيم انا جاي نوزها اه اول دقيقتين منتخب مصر اول دي او نص منتخب مصر بيجيب جن وجن حلو وكرة مش عارف ايه فخلت اللعبها مع الرطوبة الملعب فليكس ده ملعب يعني انا عارفه كويس قوي ولعبت عليه بس الملعب شكلها حلو بش يا بش الملعب ده طول عمر وشكل حلو اه بس طول عمر بما ليه بقى مشكلته لا ده ملعب صعب جدا اه جدا احنا شلنا شلنا في متخب مصر جوسف تصوات كس عالم من كود بوري مك علق مش قدرين نرفع رجلين علق اه اه تصو الارض صلبة يعني لا يا ريت لو صلبة يا ريت الارض قريدي معمولة على اه اه طامي اصفر ام اللي هو بياخد رجليك وينزل اه فانت الموضوع ده بتلعب عرامل يعني بالزبط بتلعب كرة شطية بالزبط اه فالموضوع صعب جدا الملعب ده صعب جدا 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 لو مش متعود عليها هتتعب ام اعتقد ان هما لقبوا عليه مطش وخلاص الامور بقت اه يعني انا عرفت عرفت ايه عرفت المشاكل بتاع الملعب فمش تبقى يعني مش تبقى مستمرة معي اه مع طبعا الرطوبة مع درجة الحرارة العالية اعتقد ان ازاي بقى انت انت راجل لعبت مطشات دولية كتير ومطشات معنات زمالك خارجية وعادة في دول افريقية الرطوبة دي بتبقى عالية انتو بقى كليعبين او كفريق بتتعاملوا زي مع الرطوبة العالية دي خلاص هو بقيت واقع عشان متضادش كل شوية كل مطش بلعبها هنقول الرطوبة عالية خلاص هي واقع فلنتعامل معها ازاي حلوة اوي ده بقى شغل مدرب ايوة وشغل لعيبة في الملعب لازم ابقى زكي ماينفعش افتح الجيم والعب اوبين جيم بالشكل اللي احنا لعبنا بيه والمساحات واسعة جدا ما بين السردباكات ونص الملعب والفراودة لازم اعمل كومباكت كومباكت في كل حتة في الجيم انها مش مجموعات الله ينورا عنك نمشي وحدة واحدة مش خط الدفاع في حتة وخط اللجوم في حتة اجلوا بقى هتبقى سرعات عليك خاصة مع اللعيبة الافريقية السريعة جدا انت مش تلحق الجون التاني جي ازاي مفيش ده احنا خطفنا الجون الاولاني ازاي بسرعة حاجات كده انت مش هتجريها في المساحات الواسعة فلازم زقت برضو ان من فترة كبيرة جدا انا ما شفتش مستر ري فيتوريا بلعب اربعة اربعة اتنين برضو دي كانت علامة استفام انت طول الوقت بتلعب اربعة اتنين اشتركوا في القناة